أذكرك وأريد أن تعترف في نفسك ماذا قلت لمعمر القزافي في المكالمة المسربة وتسجيل الصوت المسرب ماذا قلت له عن السعودية وتآمرك عليه واعترفت له بسر خطير جدا وهو علاقتك بالمخابرات البريطانية والأمريكية ماذا قلت في هذا التسريب الأمريكية مقبلة على بركان السعودية مقبلة على ثورة شئنة أم أدين ودهوها الأمريكان عندهم استراتيجية تهدى العراق خلال سنتين هم يفكرون أن السعودية لازم تتقسم وين الوهاقين المبشدين في وسط الملكة في نجد نجد ما فيه بترول إنه 400 ألف من الحجاز عندهم مكة والمدينة بير بترول الشرقية عندهم كل بالتروات النقية الذي كان في مجلس الأمن القومي موجود اللين كده وطرده وكده هذا الشخص يقول لازم تصل هذيله وخلي المتدينين ما عندهم يأكله وخلي عندهم 400 ألفين المهام استمعت مع الخبرات الإنجليزية والأمريكية من فترة في لندن وطالبيني على أساس تحليل الوضع السعودي بس هاي ديني بينك أمان حلل فيهم الوضع أنه الوضع صحب وفي حكومة هرمة ومشتركة اللي تحت يديروا الأمور يعني مستيع في هذا الضال بدون ما يطلب منه خدمة يعني يخلق علاقات الشخصية مع هالناس اللي في المفاصل اشتركوا في القناة